اشتركوا في القناة لسه لازل طازة حرفيا مفيش من عشر داية ربع ساعة وهو التريلر ري اكشن بتاع سنايدر كوت او جاستيس ليج دي سنايدر كوت او زاك سنايدر كوت اه الفيلم حيتعرض فيه 18 مارس وانا بصراحة لا متحمس له ولا مش متحمس له بس انا بصراحة احترمت جدا صناع العمل ان هم عملوا الحركة دي ان هم بعد ما فعلوا الهاشتاج بتاع ريليز دي سنايدر كوت وبالفعل الصحابة او يعني المشاركين في العمل فعلا سامعوا لي الهاشتاج دا او شافوا الهاشتاج دا ان هو تصدر العالم كله فيه فترات كتيرة جدا انا عايزين بتاع سنايدر بتاع زاك سنايدر وبالفعل الناس استجابت بتوع صناع العمل وفعلا نحيين نزلو جاستيس ليج دا سنايدر كوت اه من اكتر حاجة لانا بستاني فيه زاك سنايدر اه زاك سنايدر فيلم او جاستيس ليج ان الفيلم حيبقى ريتد ار وما رحش البي جي ثراتين دي من اكتر حاجات لانا بصراحة بستاني جدا انا طول عمري مش دي سي فان جاي او دي سي فان بوي انا بحب مارفل اكتر بصراحة بس انا بصراحة متحمس للفيلم ده لان احترمت بصراحة الحركة اللي هم عملوها ان الفيلم كان زي الزفت في الفين وسبعتاشر جاستيس ليج يعني اللي هو عمل حاج اللي انت عامله ده واساساً مخرج مكانش زاك سنايدر مخرج كان جوش سويدن على معتقد وبعد كده لبسوها لزاك سنايدر وقال له ايه عمل حاجة اللي انت عامله ده احنا عايزين حاجة محترمة بقى كده من من حاجاتك في للي فيلم قدرنا زا ما احنا ما نقدرك وبنجي نتفرج على افلامك فهو بالفعل عملوا موضوع اللي حيبقى اربع ساعات اللي هم كانوا قالوا انه حيبقى مسلسل مش فيلم وفعلا حيعملوه فيلم اربع ساعات كانوا الاول كانوا انه حيبقى مجرد فيلم ساعة واحدة كان هيبقى مسلسل. ساعة واحدة على مدار اربع حلقات. يعني كل آآ اسبوة هيبقى فيه حلقه واحدة. وكل حلقة يبقى اربع ساعات. او كل حلقة تبقى ساعة واربع ساعات المسلسل انتوتال بس الراجعة قال له لا احنا مش عايزين مسلسل عايزين فيلم ا 1940 وعايزين الفيلم ينزل كل ما راح cetera قال لكم طب خدوا الفيلم بقى اربع ساعات مرة واحدة هتتفرجو عليه? اه هنتفرج عليه اربع ساعات وبالفعل كرروا ان هم هيعملوا موضوع الفيلم بتاع زاك سنايدر جاستيس ليج فيلم مش مسلسل ودي بصراحة برضو حاجة كويسة جدا مش كل اسبوعنا هنستنى حلقة هنتفرج عليه مرة واحدة ونعمل له الريفيو الماتين. انا كنت فكر ان الوفيشل تريلر اللي كان نازل قبل كده لكنت اعمله تريلر ري اكشن بس اتضح ان ده مش الوفيشل تريلر ده كان مجرد حاجة تمهيدية حاجة شبه تيزر بس اتطلع في الاخر ان هو مش تيزر طلع في الاخر يعني طلع في الاخر تريلر عادي وده الوفيشل تريلر اللي احنا لسه لسه نازل ما فيش على فكرة حرفين من ربع ساعة فانا متحمس ان احنا يعني هنتفرج عليه ونعمله تريلر ري اكشن من كام يوم نزل آآ كام صورة كده الجاريد لاتو هو في زي الجوكر وشكله مختلف تماما على ازاي اللي كان موجود في فيلم السويسايد سكواد وقالوا ان جوكر جاريد لاتو حيبقى موجود في جاستيس ليج فدي برضو هتبقى حاجة كويسة جدا هنري كافل سوبرمان وعنا كمان امي ادامس وامبر هيرد اكوامان لسه حد النهاردة على فكرة مفرقش على اكوامان وان شاء الله بازن الله هتفرج عليه قريب قبل ما اتفرج على الفيلم ده آآ جال جادوت وبين افلك كوني نيلسون ديان لين جازو ماموة ازرا ميلر جايكي سيمونز جايسي ايزنبر لكس حيبقى برضو موجود في الفيلم ده وشوية ممثلين تانين طبعا مجرد لاتو في الجوكر في الجوكر في الجوكر آآ وطبعا المخرج حيبقى سنايدر آآ انا مش عارف ازا كان عيطلع حلوة لقى الفيلم لان انا زي ما انا قلت انا مش من احسن الناس اللي ممكن يعني تقول حاجة عن دي سي ان هو الفيلم ممكن يبقى حلو او يبقى وحش معرفش لان انا بصراحة مش من محبين دي سي قوي بس انا بصراحة حبيت مسلا شزام انا حبيت شزام يعني انا من من اكتر الفيلم دي سي اللي عجبتني كان فيلم شزام آآ وعجبني منو في ستيل بصراحة آآ ايه تاني عجبني في دي سي بصراحة مش فاكر كان زبالة آآ بات مانو سوبرمان بصراحة ما عجبنيش كان فيلم يعني يا ساتر يا رب آآ بتاع الفين وسبعتاشر كان يقرف كان زبالة كان ازبل معظم افلام دي سي ما بحبهاش بصراحة يعني هو او يعني حرفين اللي هو بتاع الفين و تسعتاشر اللي هو بتاع اخوكين ده يعني ما عارفش نعتبره دي سي ولا لأ بصويت ستاندالون موفي يعني اللي هو احنا هنصنفه هو طبعا هيبقى اكيد من دي سي لانه هو الكاركتر او الكوميك بتاع بتاع جوكر يعني بتاع دي سي يعني مش عاز اطول عليكم كتير اكتر من كده عاز اخش على طول في التريلر بتاعنا النهاردة في جاكس جاستيس ريك ده سنايدر سكوت ده الوفيشل تريلر اللي هينزل على منصة في مارس هينزل في تمنتاشر مارس على فكرة اه ما عرفش هل هياجبني هل مش هياجبني لان بتاع الفين وسبعتاشر بصراحة ما عجبنيش فربنا يسطر يعني ربنا يسطر هتفرج عليه طبعا اكيد وش هتفرج عليه وحعمله هعمله طبعا وهتفرج على الفيلم لما ينزل وكل حاجة يعني اربع ساعات هستحمل اربع ساعات عادي جدا يلا هي ما استحملت مسلسلات عشر ساعات وربع عدوات فرجت عليها مش هستقول عليكو كتير اكتر من كده يلا بينا نبدأ في التريلر بتاعنا جاستيس ليج ده سنايدر سكوت تريلر يلا بينا ترجمة نانسي قنقر بجانب والتخروف متفلاثة متفل الظهور ومن أي أنه يبدأ عنه وتanstعدت لكما ترك الأموان باستخ نتخطأ نتترجح بإنت cassette اوكي تقريبا دي حت ده تقريبا ده ايستر اج للاوسكار ده تقريبا ايستر اج للكاركتر جوكر بتاع اخوة كين فينس عسل قبل اللي فاتت تقريبا صح? آآ بواو بصراحة انا مبسوط من اللي انا شفته. انا مبسوط من اللي انا شفته بجد. على فكرة التريلر ده احلى بكتير قوي من التريلر التاني اللي انا عملت له على فكرة عشان تبقوا عارفين يعني ده احلى منه. انا لما ظهر كلمة في الاخر قلت ايه ده هو التريلر خلص كده ضحكوا علينا قالوا حيبا في جوكر وما طلعش في جوكر طلع فعلا في اخر سانية نفس الحركة اللي عملوها في التريلر بتاعهم في الاخر. الجوكر طلع في اخر برضو في اخر سانية لما طلع وبعد كده التريلر افل عليك. ماشي. حلو. في حاجات كتيرة جدا موجودة في الفيلم. انا بصراحة اه اجذب لو قلت ان انا عارف افسرها قوي لان بصراحة انا مش من محبين على فكرة. يعني واحد بيقول لكم مش من محبين ومع ذلك انا بصراحة عجبني التريلر وشديني جدا عشان عارفين. عجبني فكرة ان جوكر حيبقى بالمنظر ده. اللي هو آآ عجبني الفكرة ان هو مش طالع بنفس الشكل بتاع لان الشكل اللي كان طالع في كان شكل وحش جدا انا ما كانش عجبني الشكل ده خالص. عجبني اكتر اللي هو عمله دلوقتي بس مع كامل الاحترام اللي هو اللي عمله في الفيلم او اللي هيعمله في الفيلم اللي احنا هنتفرج عليه. ما اعتقدش لو قاعد من هنا لمية سنة قدام هيعمل نص اللي هو عمل اللي عمله اخواكين فينيكس بصراحة يعني انا نكون صراح معاكو. ما اعتقدش ان فيه حد هيعرف يعلي على اخواكين فينيكس كده خلاص. يعني مستحيل. يعني حتى انا انا كرأي انا من وجهة نظر انا كعمر يعني ميش دعب ايا حد عشان محدش يجتمني. انا انا حبيت الكاركتر او حبيت الدور بتاع اخواكين في الجوكر اكتر من هيت لاجر في دارك انا اسف انا اعجبني اكتر بتاع اخواكين فينيكس برا عني انا اخواكين فينيكس الجوكر بتاعه لمسني اكتر او حسيت ده لحد النهاردة اقسم بالله لحد النهاردة قاعد لسه بسمع بتاع بتاع فيلم الجوكر واقعد لسه بحاول اجيب مسلا مشاهد اقعد اتفرج عليها في الجوكر. الفيلم الجوكر ده حرفي لحد ده انت شفت بتاع عشر مراته والله بدون مبالغة يعني ودخلته تقريبا متاع مرتين في السينما فلا يعني كان الاسكار كان فعلا بجد كان يستاهل جوكر بتاع اخواكين فينيكس كان بجد يستاهل يا جماعة يعني مش تقليل من هيت لاجر بس لأ البرفورمانس بتاع اخواكين فينيكس كان في الفيلم يا جماعة كان حاجة تانية خالص يعني بجد الكاركتر عايش معايا لحد الوقتي لسه لحد النهاردة بحطه وعنه ولسه بحب بشوف بتاعته وبحب بشوف مشاهدة كتيرة قوي لا الفيلم كان جماعة كان فشيخ يعني تمثيل فشيخ وسينماتوجرافي ودايركتينج يا جماعة ده كان فيلم عظمة يعني فمع كامل الاحترام اللي حيعمله جاريد لاتو في الفيلم ده بس انا من وجهة ناصري شايف ان هو مش هيقدر يعلي على اخواكين فينيكس في الجوكر بتاع الفيلم ساعتاشر مهما يعمل مهما يعمل مستحيل آآ بس انا بصراحة مبسوط جدا من اللي انا شفته آآ عاجبني اول وحسه هيبقى احسن بكتير جدا من القرف اللي احنا شفناه في الفين وسبعتاشر ده وفكرة الاربع ساعات دي برضو اللي عندي فيها مشكلة شوية لان اربع ساعات بصراحة كتير جدا بس مش مشكلة آآ ما احنا هيما كنا زي ما كنت بقول الاول احنا كنا نفرج على مسلسلات يعني بالعشرة ساعات ورا بعض فنجاش على الفيلم الغلبان ده يعني انا مش انا مش من نوعات الناس اللي بتحب بتفصص اول حاجات اللي في دي سي بالزات حاجات آآ مارفل اقول لكم ماشي ناكن دي سي انا بصراحة مش مش شاطر فيها عشان اكون صريح معاكم آآ قبل ما هتفرج على اللي هينزل في الشهر الجاي في مارس آآ لازم بقى طبعا الواحد يعد يزاكر لازم يعد يزاكر بقى الكاركترز كلها عاملة ازاي والافلام اللي كانت قبل كده وكلام ده كله لازم الواحدة هيعمل له مراجعة كده حلوة زي نفس المراجعة اللي احنا عملناها في وانت جيم حرفينا حتى قبليها مسلا بتاع شهرين تلاتة ايقاة بزاكر حاجات مارفل على مارفل سينماية كله بجد يعني بدون مبلغة طبعا مع عدم الفيلم يخلص كله طهار بس الحمد للسه في شوات معلومات يعني فقبل لازم نتفرج على الحاجات دي كلها ولازم ولازم افرج على اكوة مانا عشان لسه لحظة النهاردة على فكرة لسه مفرجش على الفيلم آآ نسبة ترقبي لفيلم هو تمانية من عشرة آآ هينزل الشهر الجاي هنتفرج عليه واتمنى بصراحة ان هو يعجبني اكيد طبعا وش هيبقى احسن متى الفين وسبعتاشر ده بكل تأكيد كفاءة اللي هم عاملينه في التريلر بتاعها على الفيلم ده مختلف تماما على القرف اللي هم كانوا عاملينه في الفين وسبعتاشر يعني ده بكل تأكيد فلاق بصراحة عاملين شوات شغلة حلوين يعني والحمد لله لان هم ننزلوا بدل بجد اللي احنا شفناه ده. آآ دي سي السنة مش عارف ازا كان دي سي السنة مفروض ان هما بيحضروا مفروض ان هما بيحضروا مفروض ان هما وفي مارجو روبي وجون سينا. ما عرفش الفيلم ده حيبقى استنادي ولا حيبقى استنادي اكدا الله اعلم. وفي المسلسل بتاع جون سينا اللي هيعمله لوحده اللي طبع بتاعه بس كل مرة مع الاسف بصاقة اسم الكاركتر اللي هو عامله. آآ ده هيتعمله مسلسل منفصل يعني برضو لوحده كده. آآ معرفش سمعت برضو ان هو احتمال هيعمله بيردز وف براي تو. مش هعارف انا ايه بحاجات غريبة يعني. بس انا متحمس لده يعني بصراحة انا متحمس لده ومتحمس لشزام في بس. بجد يعني لحد دلوقتي. معرفش اذا كان هعمله منه في ستيل تو. الله هو اعلم برضو مش هعارف. يعني مش هعارف هما يعني ايه تاني? ايه تاني? للاسف مش هادر افتكر. لو في حاجة تانية ممكن تنزل. آآ سايبورج معرفش اذا كان سايبورج هعملوله فيلم الواحده برضو ولا لأ? هتبقى غريبة شوية. آآ فلاش طبعا مستنين فلاش. عزة افرج على فلاش جزء التاني. الجزء التاني. جزء التاني ايه? الفلاش الفيلم اللي هينزل سوري بتاعه. بس هينزل في الفيلم تلاتة وعشرين على ما اعتقد. ده قاله بقى اللي حيبقى فيه بتاع الفلاشات التانيين وحيبقى فيه باتمان كزا باتمان وحاجات كده. هنتكلم ممكن عليها في حلقات منفصلة. حيبقى فيه يعني في موضوع بتاديسي حيبقى فيه كزا فلاش وحيبقى فيه كزا باتمان وحاجات كده يعني. لسه فيه شغل انا صودة يعني ومارفل دخلة برضو على نفس السكة دي ان شاء الله شكلها كده بس بايدر مانا لسه حينزل في اخر سنة ده. الله اعلم حيبقى موجود الحوار ده ولا لا لا لسه ما فيش حاجة لحد دلوقتي غير بس. بس اللي بتوع الاجزاء القديمة موجودين بس لسه مش عارفين يعني. آآ بس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن فيلم جاستيس ليك دي سنايدر سكتة. تماني الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شوفكم فيديوات تانية قريبة. ننسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقة عجبتكم منسوش بردو تعملوا سبسكرايب للشانيل التانية اللي اسمها هومالون هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن والله حابين تعملوا لي فالو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن وباي باي.